اشتركوا في القناة احد الادوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي تم سحبها من الصندوق دعما للميزانية العامة ضمن اطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب الذي جاء كمثال بارز للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتخفيف اثار جائحة فيروس كورونا على النطاق المحلي مؤكدا معاليه ان العمل قائم على قدم وساق على تقديم هذا التشريع خلال الاشهر القليلة القادمة ولفت معاليه لاهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق باعتباره احد الصناديق الهمة التي اسهمت في التخفيف من التداعيات والاثار التي شهدتها المملكة انعكاسا للتداعيات العالمية خلال فترة الجائحة واكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تليه الحكومة الموقرة من اهتمام من اجل مواصلة دعم الصندوق وتعزيز الاستثمار في اصوله على الصعيد العالمي والمحلي وضمان استدامة دائمة بالشكل الذي يحقق مزيدا من التقدم والازهار لصالح مملكة البحرين وابنائها واشار الى ان الصندوق تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية اصوله خلال السنوات الماضية باتباعه استراتيجية تهدفه الى زيادة حجم الاستثمارات في الاوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الاسواق المالية العالمية ترجمة نانسي قنقر